رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بلنامج ولا تعسروا الصفحة المباركة اللي احنا اللي بتبارك بأسئلتكم وبنستمتع جدا جدا وانتو حضراتكم بتتواصلوا معانا ويفضل مجالس العلم ممتدة ويفضل النور والبركة ونفضل حضرين في حضرة مولانا سبحانه وتعالى اول سؤال وصلنا بيقول لو سمحت انا متجوزة ليه خمس سنوات وعندي ولد وجوزي مدمن مخدرات لا حاول الاقوة الا بالله وعندي مرض مزمن وعنده مرض مزمن عندي زوجها اللي هو مدمن مخدرات مرض مزمن وحاولت كتير اساعده علشان يتغير وما فيش فايدة ورغم المرض اللي عنده ما سيبتوش اعمل ايه تعبت وهو مش بيشتغل ايه الحل والنبي رد علي عليه الصلاة واسكى السلام طبعا لازم ارد على حضرتك لان المشكلة دي مشكلة ضخمة طبعا حسنا ما بنقدرش نقدر نفهم ازمة الحد اللي عنده حد مدمن والحد المدمن ده لما يكون مريض كمان فعنده كمان مبرر انه هو كمان ما يشتغلش فبتبقى المسألة مثلثة عندنا ادمان عندنا مرض عندنا بطالة وعطالة فالشكل ده شكل سيء جدا وبعدين الست عايزة تقول على طرف السنة تقول اننا والله العظيم انا بنت اصول ليه بنت اصول شوفوا كده او حد يقدر يصبر على ده غير ولاد الاصول ربنا يجعله في ميزان حسناتك انت بتقولي لي اعمل ايه في الحالة اللي انا فيها دي لانها حالة صعبة طبعا ما هيستحملها اشغل الجبال فربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب كل اللي انت تحملتيه عشان ابنك وعشان حياتكم دي في ميزان حسناتك وانا مقدر انا اعارف انا عارف كويس جدا 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 احنا لما نتعاون مع صندوق مكافحة ادمان او غيره انا عارف كويس جدا 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 ايه اللي بيعانيه اهل المدمن وازاي هم بيعانوا وبيتوجعوا طيب انا عايز اقول لحضرتك ان انت لازم تقفي مع زوجك واقفة حقيقية وتقولي له ان احنا مش هنقدر نكمل بهذه الطريقة ليه طيب لان احنا اللي محتاجين ان هو يتغير يتغير بسرعة فنقول له احنا محتاجين حضرتك احنا مش هنقدر نكمل كده وعنعمل حالة من حالات التعبير عن السخط بان احنا نقول احنا مش هنقدر نكمل عن ده واحنا عايزين لازم شرط ان احنا نكمل ان انت تروح تتعالج من الادمان لو قال بقى انو والله شغاله ومعنديش فلوس بسندوق مكافحة الادمان موجود وفيه مؤسسات كتيرة جدا 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 بتدعم الناس عشان تخرج من الادمان لكن اللي احنا بنعمله ده لو هو مستمر في الادمان وحداك بتقول ان هو مض من مخدرات المسائل بتزيد ما بتقلش لان هو لما بياخد جرعة والجرعة دي ما بتكفيش لازم ياخد جرعة اكتر وهيستمر في ده وهيستمر يستهلك الموارد ويكسر في البيت ويبيع البيت ويبيع كل حاجة طالما هو مدمن مخدرات المشاهد اللي احنا بنشوفها في بعض الاحيان المدمنين المخدرات دي مش مشاهد ده مثلية الواقع ابشع من كده مع الادمان وعشان كده ومحدش يقول لي ان الادمان ده تحت السيطرة ما فيش حاجة اسمها تحت السيطرة ما فيش حاجة اسمها ادمان تحت السيطرة وانا لا عايزة بطل ابطل ما فيش الكلام ده الكلام ده كلام خدعة واكاذيب ويجبولي حد قال انا عايزة بطل من غير ما يدخل في برنامج علاجي وبطل لازم عشان يبطل لازم يدخل في برنامج علاجي ولازم عشان نكمل لازم يدخل في برنامج علاجي ده جزء من توبة المدمن دخول المدمن في برنامج علاجي جزء من توبته عن الادمان لكن مش من توبته عن الإدمان إنه يقول أستغفر الله العظيم ومستمر في الإدمان لا ده من داوة والعزب الله ده واحد بيختبر الله سبحانه وتعالى ولذلك جزء من جزء من التوبة ترك المعصية وترك المعصية بيكون إزاي عبر برنامج العلاج إزاي كي احنا بنقول إيه تبنا وإيه وندمنا على ما فعلنا وعزمنا على ألا نعود إلى مثل هذه المعصية أبدا والله على ما نقوله شهيد فلازم يتوب يتوب يعني إيه يخرج من المعصية دي فلازم يبقى فيه برنامج لخروج من الإدمان ده مش مزاح فلازم أنت بتقول إيه يعمل إيه توقف وقفة فيها الاشتراط ده وعدم الاشتراط ده يخلينا نعيش حياة أصعب وأصعب كل ما مر الوقت يبقى أنا بقول لحضرتك هو توقف وقفة وتشترطي إنه هو يدمن وعلى فكرة الدولة لما عملت كده وقالت يا جماعة الخير إيه اللي هيبقى مدمن إحنا هنفتح له باب إنه هو يتخلص من الإدمان ده كانت قصدها إيه إن الإنسان اللي بيحترم ذاته بيحترم نفسه بيحترم أهله بيحترم أسرته بيحترم مجتمعه لازم يخرج من الإدمان لكن ما ينفعش إن فيه واحد يكون رايح للضمار والهلاك ونسيبه انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً تعملي ده عشان تنصريه قالت يا رسول الله عرفنا كيف أن ننصره ماذا مظلوماً فكيف أن ننصره ظالماً قال أن ترده عن ظلمه أخونا المدمن ده مش بيظلم نفسه بس ده بيظلمك وبيظلم ابنه فلازم نرده عن ظلمه وده حاجة ما فيهاش فصال دي بتعمل اشتراط إن الحياة ما تكملش غير لما هو يروح ويخضع لبنمج علاجي ده لازم يحصل كده ويليت يكون هو سمعني وقول له يا أخي عرضك وشرفك وابنك ودمك ولحمك رخاص عليك وما تقوليش إن أنت قادر تحكم تتحكم في نفسك هذا وهم هذي من النفس الأمر بالسوق وإنت عارف كده مش قادر روح لحد يساعدك عشان تبقى قادر واخرج من ده السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت يا دكتور عمر إزاي أخلي زوجي يحبني ويهتم بي وما يشوفش غيري والله ده سؤال لطيف وده سؤال مهم بس يا ستي فيه شوية صفات كده زي ما فيه صفات في الرجل يخلي قلب المرأة تتعلق به فيه صفات في المرأة لو هي عملتها تخلي قلب الرجل يتعلق بيها أول صفة الصفات دي كلها جاية من سنة رسول اللي أصدر أصدر أول صفة الرجل يحبها في الست أنا أقول الصفات دي وكأنني بحاول أرتبها بس هو عايز كل الصفات دي أول حاجة الرجل يحب الست اللي دماغها كبيرة يعني إيه اللي دماغها كبيرة يعني ما بتقفش على واحدة ليه الرجال أقولك كده بتعبير الرجال أحوال يصالتهم ديقة شوية يعني إيه اللي حاصل ما بيستحملوش إزاي ليه عندهم افتراض في زينهم كده إنهم ما فيهم اللي مكاف فيهم يعني إيه فيهم اللي مكاف فيهم أوه ده حقيقي بس هو عنده الافتراض ده ميسيطر عليه قوي إنه إيه اللي فيه مكاف فيه أنا عندي هموم الشغل واللي بيحصل لي في الشغل هتيجي إنتي كمان تدايقيني وتخليني أحس بإن البيت كمان تحول إلى عب فأول حاجة تكبر دماغي يعني إيه تكبر أول ما قولي الستتة معرفش ديه أول ما قولي الستتات تكبر دماغي تقولي أكبر دماغي يعني يسيبه يمشع يعمل اللي هو عايزه لا ماهي مش حقي لكن تكبر دماغي كهي أقولك ثلاث حاجات تعملوهم عشان تكبر دماغي أول حاجة تحيني الأوقات اللطيفة عشان تكلمي فيها حاولي بقدر الإمكان ما تقفيش وتكوني حساسة فتقفي على الكلمات وتقفي على المواقف اللي ممكن تمر وحاولي بقدر الإمكان عشان تكون دماغي كبيرة أن أنت طول الوقت تتقدر اللي هو فيه يبقى أول حاجة أول صفة تكون دماغها كبيرة تاني حاجة أن يتقدر ما يقوم به أنت هتقولي طب ما أنا عم محتاجة ده كمان أنا دلوقتي أنت بتسأليني إزاي أخلي قلبه يتعلق بيه إيه اللي حاصل إن هي إزاي تخلي قلبه متعلق بيها فتاني حاجة تقدر اللي هو فيه يعني إيه تقدر اللي هو فيه فيه ستات عارفة إن فيه ظروف مادية بيمر بيها البيت وتمر بيه الحياة الزوجية فتعمل إيه الزوجة تعمل حاجة ما أظنش إن هي تخلي زوجة يتعلق بيها بتيجي تقوله أنا مليش دعوة مليش دعوة أنت تصرف طب وانا جيب أعمل إيه فيقول له وانا جيب منين تقوله مليش دعوة تصرف كلمة مليش دعوة عند الرجل بتترجم على إنك انت بتتخلي عنه وعلى إنك انت هو بالنسبالك لا يسوي شيء لأنه واجعه وقلمه عندك ما يسوي الشيء عشان الستات أول ما بيخلي أول ما هي بتكلمني تقولي إزاي أخلي جوز يتعلق بي فهمها إن أنا روح أقول لها تيجي بيه أنواع من المكياء عايجي ده بس مش هو ده طيب يبقى أول حاجة ببساطة خالص إن انت تكوني تكبر دماغك تاني حاجة إن انت تقدري همومه ومشاغله حاجة التالتة اللي الراجل يحبها جدا جدا في المرأة ويتعلق قلبه بيها إن هي تبين احتياجها لي وهو الاحتياج احتياج البطل إن هي محتاجة للبطل تايماً بقول كده للزوجات وللأزواج في طرف تلت قاعد برة صياد منتظر أي حد يعمل له احتواء بديل فيه ستات برة كتير على فكرة وده بيبقى مشكلة للستات المستقلات مش بقول إن الكلام ده وات لازم تقع فيه الستة المستقلة لكن الستات المستقلات بيحصل لها كده كتير وهم سمعين وعارفين كويس إن أنا بقوله ده الستات المستقلات اللي حاصل هي حسسها إن هو بالنسبة لها يعني هو لو هي اطلقت لو هي سبعة لو هي عمل أي حاجة مش هتفرق معي هادر إيه اللي حاصل تعيش بيه من غيره بيه من غيره هتقدر تعيش شخص لما بيحس بدي بيبتدي يرمي عليها الأعباء بعد كده ينفصل عاطفيا عنها بعد كده يدور على حد محتاج له فحاسسين أن أنت محتاج له بس احتياج لإيه احتياج المرأة لحبيب احتياج المرأة لمن يحتويها واحتياج لطيف مفهوش ثقل طيب مش إيه يعني أنا محتاج لك تخليه عايش معاها كل تفاصيل يومها لا محتاجها محتاجها أن أنا محتاجة للحماية محتاجة للرعاية الحاجة التالتة الحاجة الرابعة أن هي تحسسه بأنه هو دايما مقدر عندها ومحدث بينزعه مكانته في قلبها ودي شيء مهم جدا جدا ما تقرنوش بأي حد حتى لو تقرنوا بأبوها الحاجة اللي بعد كده ودي شيء مهم جدا أن الست تبتعد عن التهديد لزوجها تبتعد عن مسلس النكد اللي هو إيه؟ اللي هو كتر اللوم وكتر النقد وكتر الشكوى ويا سلام بقى لما تكون هي مهتمية بنفسها وتهتم جمعا بأنها تقوله أنها شايفة حبيبها فتعبر على أنها شايفة أنها حبيبها إزاي بأنها تحسسه دايما أنها حريصة على التجمع له صفات السبعة دولة تخلي المرأة تخلي الزوج يتعلق بزوجته بشدة وخاصة لما تكون كمان هي بتحسسه أنها سنده وضهره حالة فكرة الصفات اللي أنا بقولها دي استتدت تحبها بس هي تقولي طب أعمل إيه لو أنا عملت الصفات دي كلها وبعدين هو أقبني بالرفض أو أقبني بالإنكار محتاجين أن نعملها بطريقة تلفت نظر ومن المناسبة أنت لو عملت ده هتعملي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه وإيه إذا نظر إليها سرط وإذا أمرها أطعت وإذا غاب عنها حفظت لو عملت كده أنت هتكوني من أهل الجنة ومن أهل مدد الله سبحانه وتعالى حد شيء يسألني طب هي تعمل ده كله إيه التمن اللي هي بتعمله يا سادة الأزواج بيعبدوا ربنا ببعض الزوج اللي بيروح يكد وبيتعب هو مش بيعمل كده بس عشان يعمل كده عشان يرعى أولاده وأحبابه لكن بيعمل كده عشان ربنا عشان دي العبادة اللي ربنا أقاموا فيها لازم نعبد ربنا ببعض لازم كل واحد الزوج يشوف أن الزوج محراب بيعبد ربنا فيه وعشان كده حضرت النبي يقول له لا يفرقوا مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها الآخر عبادة وعشان كده وعشان كده إيه ولكم وترفعها إلى فيه زوجتك صدقة عملي كده هتحزي على قلبه ويبقى البيت بالنسبة له هي جنة الله في الأرض ناس كتير عايشين ده وناس كتير صبح ومسع بيبقى جوز من دعوتهم أنهم يدعوا لزوجتهم لأنهم أدخلوهم الجنة في الدنيا قبل الأخرة بيحسسوهم أنهم في نعمة ربنا يا رب امنا بيوتنا بالنعمة والفضل والبركة والنور مجعلنا في أمانك مجعلنا يا ربنا في حمايتك وفي حفظك مجعلنا يا رب أمان لكل من حولنا حتى نعيش يا ربنا في أمانك ونذوق حلاوة الإيمان باليقين من أنك يا ربنا تنظر إلينا بنظر اللطف بنظر الرحمة وبنظر المدد مددك يا ربنا لقلوبنا حتى لا يخيفنا شيء ونذوق حلاوة أنسك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين أكرمنا بذوق حلاوة معيتك في كل وقت وحين